حمل لواء الشر وضل واستكبر عن أمر المولى وأبا قال أنا من مار وأنا خير منه وأولى ومضى يسرع فينا علنا منا من تاه ومن غفلا لكن من أخلص لله لن يفقد بالله الأملا أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثمما بعد أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هذه مذكرة جديدة من مذكرات إبليس التي نتخيل أنه يكتبها ليعد العدة ليفتننا في ديننا ويشوش علينا إيماننا ويفسد علينا أيامنا وينغص علينا حياتنا لأن المسلم يعني إذا اتبع الشيطان يعني ضاق صدره وانغلق قلبه وأصبح سبحان الله كما قلنا من قبل أصبحت للطاعة مرارة وثقل وأصبحت للمعصية خفة وحلاوة ولكن قلنا من قبل إن الإنسان إذا تاب من علامات التوبة أن تفتح عليك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها وأن تصير الصغيرة عندك كبيرة وأن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة ومرارة الطاعة إلى حلاوة هكذا لذلك يبدأ علامات التوبة يعني تفسد على إبليس مذكراته ماذا أو ما تصورنا اليوم وهو يريد أن يكتب الإبليس يريد أن يعني يوقد فينا فتنة الأنانية ينفخ فينا جينات الأنانية كورمزومات الأنانية يعني يصير الإنسان أنا وبعد الطوفان كما قال أبو فرس إذا مدت ضمآنا فلا نزل القطر طب ليه أبو فرس أبو فرس الحمدان قال أنا إذا مدت عطشان يقبل ينسلش المطر بعد كده طب أنت مدت عطشان سبحان الله ضمآن من غير الماء طب ليه تدعو على الناس أن الماء لا ينزل هذه صورة من صورة الأنانية لكن حبيب النجار صاحب يسين أول ما مات قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا للنجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا لكن التاني يقول إذا لمدت ضمآنا فلا نزل القطر لا نحن عايزين نوقف ونمح هذه المذكرة من إبليس ولا ننفذها ونطبق عكسها كيف العجيب في العبادة مفهوم العبادة الأنا تذوب في النحر إذا جزت تعبير يعني أنا تذوب في نحر كيف شوف من مداية التفاتحة صورة الحمد الحمد لله رب العالمين ده ضمير غائب الغائب يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبعدين في ضمير المخاطب إياك نعبد وإياك نستعين بسمه الالتفات البلاغي القضية إيه أنا أصلي منفردا تمام لكن لا أعبد منفردا مش إياك أعبد وإياك أستعين لا إياك نعبد وإياك نستعين مش إهديني الصراط المستقيم لا إهدنا الصراط المستقيم الله أكبر يبقى الآن بتذوب في دائرة نحن وبعدين تركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أن تسبح ربك العظيم سمع الله لمن حمده مش ربي ولك الحمد لا ربنا ربنا ولك الحمد يبقى من أنا إلى نحن من أنا إلى نحن ليه لأن أنا صليت منفردا في بيتي ركعتين أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أستلم على من أنا ممكن أقول أنك حميد مجيد وخلاص الصلاة انتهت لا أنت إذا صليت صلى عن يمينك ملك ملك الحسنات وصلى عن يسالك ملك وإذا كنت في فلات فأذنت وأقمت الصلاة صلت أراك جبال من الملائكة والجن المؤمن سبحان الله الله يبقى أنت ليست منفردا أنت ليست إيه منفردا فتتحول الأنا إلىنا لأن نحن نريد أن نكبت إبليس في مذكراته لأن إحنا عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مصطحة الفرد تكون ضمن مصطحة الجماعة ما بيش حد كده عايش منفردا يا بو سعبد أن يعيش منفردا بالعكس لحنا كلنا مع بعض المرء كثير بإخوانك أخاك أخاك إما لا أخى له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطائر بغير جناحي سبحان الله فالإنسان يعني كثير بإخوانه سبحان الله فالإنسانية كلها سبحان الله يعني ننشر بينها الخير دون أن نمحو تقاليد الشعوب وعاداتها شوفوا الحنون أكبر حنون في التاريخ وأكبر عطوف في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليا عائشة لو لا أن قومك حديث عهد بشرك لضممت الحجرة إلى الكعبة رفض أن يغير إلفا تعوده العرب مع أن الحجر ده حجر إسماعيل من ضمن الكعبة ورسومه شرع وممكن أن يضمه يبقى تبع الكعبة لكن خاف أن يهز الشارع القبلي العربي وخريش ومكة والعرب أن يهز لهم معلم من معالمهم يعني خليما يعني طالما ليس هناك أمر من الله سبحانه وتعالى خلي الأمور زي ما هي دي لا تكبر ولا تصاغر شوف انظر إلى عظمة هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم لولا أن أهلك قريب عهد بشرك لسه مش عايز يغير في عاداتهم وتقاريدهم سبحان الله لما دخلت عليه سفانة يا محمد خل سبيلي فإن أبي كان يخر الضيف ويعين على نوائب الحق ويصدع كذا ويصدع كذا ويصدع كذا أنا سفانة بنت حاتم الطائي قال والله يا أمت الله لو كان أبوك مسلم لترحمنا عليه وإن أباك خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكالم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاق يقول أن في حلفك موجود في الجاهلية لو دعيت إلى مثله لأتيت حلف الفضول له نصر المظلوم وأخذ الحق من الظالم للمظلوم حتى وإن لم يكن من قريش أو من أي مكان يأتي إلى الكعبة ويروذ بها ويروذ بأهل الحرم ويريد حقه يعني بكل الحلف أنا ممكن أدخل فيه الله أكبر يعني يعني هو سبحان الله يقوم لجنازة يهودي قالوا هذه يعني هذا يهودي يا رسول الله قال أليست نفسا خلقها الله الله أكبر هل أهديتم يا عائشة لجارنا اليهودي فهو رب أو لم يكتب نستطيع أن نقول لم يكتب المصحف على صفحات أو على سطور على سطور ورق أو ما يكتب عليه وإنما كتب بمداد من نور على قلوب صحابته بمداد من نور كلمات القرآن فصار كل صحابي نسخة مصحفية تسير على خدمين يعني من أكبر معجزاته هؤلاء الصحابة مثل ما تنظر لهم كده واحد زي عبقر الإسلام العظيم عمر لو لا الإسلام هو نفسه كان يقول عن نفسه ما عمر لو لا الإسلام كان رعي رعي إبل يقول كنت أرعى إبلا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فضا غريض القلب وأصبحت اليوم ولا أحد فوقي يقول ابن عمر له ماذا قلت يا أبتي قال أرادت نفسه أبيك أن تستشرف فأراد أن يضعها بذكر نفسه بنعم الله ما عمر لو لا الإسلام وضع خالد بن الوليد دون إسلام في ميزان البشرية ميزان التاريخ جند مرتزقة كان يؤجر عشان يعني يخطط لغزو قبيلة أو لضرب أو للاستلاع على قطعان من الماشئ أو غير ذلك لكن جاء الإسلام فحوله إلى سيف الله المسلول يا الله يا الله يعني وكان يمسك المصحف ويبكي ويقول إيه شغلني عنك الجهاد يا الله ونحن ماذا شغلنا على المصحف طب خالد شغل الجهاد على المصحف ونحن سبحان الله يصل الأمر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بعد حروب طاحنة بين الأوس والخزرج لما هاجر إليهم المهاجرون كان يعرض عليه البستان والزوجة والمال سبحان الله يقولوا جزاك الله وخيرنا سدلني على السوق لم يتكاسل المهاجرون ووجدوا لقمساء غطرية فقعدوا عن العمل أبدا أبدا وإنما عملوا واجتهدوا سبحان الله فأصبح فهم الإسلام الحقيقي في صدر الإسلام هو ده الفهم الذي يجب أن يستعاد في الأمة مرة أخرى فالصحابة كانوا مسلمين داخل المسجد وخرج المسجد مش كان مسلم بالقطعة لا إحنا مسلمين موسمين يدخل علينا رمضان نروح ونصلي ورا الشيخ جزء واثنين وثلاثة ولسه كانت 29 شعبان كنا بنصلي العشافي دقيقتين ثاني يوم على طول نصلي العشاء في ساعة ونصف الله وبعدين آخر يوم رمضان نصلي العشاء في ساعة ونصف أول يوم العيد نصلي العشاء في عشر ثواني الله وبعدين الناس تمتلئ موسمين يعبدون المواسم فإذا ول رمضان ولت العبادة لا الصحابة كان طوال السنة كانوا يجهزوا لرمضان قبل دخولي بستة أشهر وبعدين يقعدوا يحسبوا أنفسهم على ما صنعوا في رمضان الستة أشهر الباقية من السنة فأين نحن أين نحن رمضان بعد المكان شهر الطعام أصبح شهر شهر الصيام أصبح شهر الطعام كان شهر الانتصارات صار سنوات الهزائم لماذا؟ لأننا لا نريد أن نفهم ديننا فهما حقيقيا ونأخذ الموضوع خطير وله بقية إن شاء الله نقبلها بعد الفاصل كونوا معي بإذن الله أهلا كون رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل كون رمزا للخير ومثلا واحذر أن تتبع سهلا فصراط الله لنا نور عد بالله عز وجل مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن الفرق بين السلف والخلف السلف الذين فهموا الدين فهما صحيحا وكان عمر يقدر الناس تقديرا عجيبا عندما قال للرجل الذي يريد أن يشهد مع أخيه أو مع أخي له هل أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه قال له لا هل رافقته في سفر حتى تتعرف إليه قال لا هل عملته بالدرهم والدينار لتظهر لك بواعث خلقه قال أبدا قال هل صاهرت منه أو صاهر منك حدث بينكم نسب قال لا قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجل قال نعم قال أنت لا تعرفه ائتني بمن يعرفه الصلاة إعلاقة فردية بين العبد والرب لكن ثمرة الصلاة هو المطلوبة يعني صلاتك ماذا صنعت فيه أنا وصلاتي أنا ماذا صنعت فيك أنت هل هذه الصلاة ثمرات إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والباخي فإذا كنت أنا أتي المنكر وأتي الفحشاء وأبغي عليك فما أين ثمرة الصلاة إذن سبحان الله وبعدين حصرنا الإسلام داخل المسجد فعايزين نعمل صدقة نبني مسجد وعايزين نعمل أين نروح المسجد طيب وبعدين أين المصنع أين المزرعة أين المؤسسة أين الإدارة أين الحكم أين الطب أين الهندسة أين 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 سبحان الله فأصبح الإسلام يعني 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 يتابع المسلم في خلقه لأن إحنا خلقنا مستمد من عقيدتنا وعقيدتنا طبيعة والاعتدال لا إفراط ولا تفريد لا غلو ولا هنا ولا هناك لا شرقية ولا غربية لا يعني عمزة إيه زي الشجرة المباركة لا هنا ولا هناك هي إيه ربانية هذه الربانية تجعل المسلم مسلما في كل وقت إن كان زوجا تترحم الزوج عليه إن مات وتفتقده إذا سافر وإذا كانت زوجة يدعو لها بظهر الغيب ليه لأن أخلاقها تضطر هذا الزوج أن ينحني لأخلاقها ويحبها ويحترمها كما قال علي لما سئل ممن أزوج ابنتي قال زوجها ممن يتقل له إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يضمها فدي إيه في قضية العلاقات الأخلاق والعلاقات الأسرية فإذا كان أبا كان حنونا لا يميل لولد على حساب آخر ولا يحب ابنة على حساب بنت أخرى فإذا كان جار نعم الجار سبحان الله الجار للجار حتى وإن جار والجيران ثلاثة جار له حقوق ثلاثة وجار له حقا وجار له حق واحد أما الذي له حقوق ثلاثة الجار القريب المسلم حق الجوار وحق القراب وحق الإسلام ولله حقين حق الجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار والحق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم له حق الجوار وهنئه وأعزيه وأقب بجواري وأسنده حتى يعلم أن هذا الدين لم يظلمه فإذا كنت رئيسا في العمل كنت عطوفا على الموظفين يا سلام لو مدير المؤسسة أو الوزير لم يدي الصب بدلا ما يدخل جاري على مكتبه ويغلق ويعمل ستار يدور على الأقسام خلي يوم لف على الأقسام كيف الحال يا فلان أخبارك ما شاء الله إبنك حقك درجات عالية الموظف يفرح ده مدد معناوي ده لما يكون وزير عايز يفلح في الوزارة لكن وزير عايز يتكبر ويعمل همان همان غارق مع فرعام تروح في دهية خليك متواضع وزير رئيس ملك إمبراطور أي حاج ده ربنا اللي خوالك هذا فإذا حافظت وقيدت النعمة بقيد الشكر ظلت النعمة عندك إذا كانت نعمة إذا لم تكن نقمة لما تترك الوزارة وتترك الحكم الناس يحنون إلى أيامك يا سلام الله كالرجل طيب كالرجل محترم ما صنع بيننا وبينه حاجزا كأنه واحد مننا يا سلام لما الوزير كده كل مدة في الشهر مرة ويجمع الموظفين كلهم موظفي وزارته على غداء إيه مشاكلكم في الوزارة إيه النقاص التي تشايفينها إيه أخبار الدراسة الجدول اللي احنا عاملينها ماذا تنفيذها أسمع منكم آراءكم كيف ننهض بوزارتنا كل ذلك لإيه لنهضة الدول إذا كنا نحط ناس محترمين ناس أهل أهل خبرة ثم أهل ثقة مش أهل ثقة ومش أهل خبرة قوي الأمين اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم لو حفيظ بس من غير عليم نصيب يأدي نفدايا بجهله ولو عليم من غير حفيظ يبقى إبليس سبحان الله لكن حفيظ عليم قوي أمين المواصفات مع بعضها فإذا كنت عاملا لا تنتظر أن يراقبك فلان أو فلان أو علان لا أن أنت تراقب الله عز وجل فإذا كنت طبيبا ودخلت عليك مثلا طبيب أطفال مئة طهن جاي مع مين جاي مع أمه الأم دي إما أن تكون أكبر منك سنا يبقى أعملها على أنها أمك أو تكون في عمرك أعملها على أنها أختك في أقل أعمل عنها بنتك بر أمك وصل أختك واعطف على ابنتك يبقى كده أنت إيه بتغض البصر وتتق الله فإذا كنت معلما الأولاد دول أمانة الشيخ عمر وكلان وعلان وترتان جابوا الأولاد عندنا أمانة وهنا نتقل له في يوم عشر ربنا يبقى لنا في أموالنا وفي أولادنا المعلم بيتقل له في ما يصنع يبقى للمنظومة ولذلك بيضعوا شهادات عالمية شهادات الأيزو اللي بتصل بالمقاييس إلى معايير العمل والكفاتة ولكن المؤسسة دي حصة على درجة الأيزو في كذا طبعا نعمل الأيزو إسلامي معايير إسلامية الطبيب المسلم كيف يكون المحامي المسلم إزاي هو متأقن أن الرجل ده بيتجر في المخدرات وروح يدفع عمل كيف أنه عارف أن الدولي عياذ بالله يخرب البلد ويغسل الأموال يعني مشكوك في أمرها ويدافع عنه لازم المحامي ينضبط ويدافع عن المنظوم فقط ولا يدافع عن الظالم حتى إن انتدويت المحكمة يقول لا أخوانا وانتم تنتدوون شلا في الدفاع عن هذا المجرم الذي أضر بالبلد وانت متأقن أن نقتل كيف تدافع عنه فالمنظومة دي مهمة نضع معايير للموظف المسلم للسائق يقول له لما تأتوه القيادة فن وذوق وأخلاق كيف تقود السيارة وكيف تتعامل مع الزبائن التاجر ما هي معاييره سبحانه الموظف البيع الذي يبيع وقطب الجبين ويقول له كذا يقول له خلاص مش عايز الشري الله سبحان الله أو لا يدلس في البيع يقول له خلي بالك دي من مركز كذا ويطلع في الآخر أنه مزيف أو مزور أو مسروق لا نضع معايير سبحان الله تصل من رئيس الدولة إلى أصغر موظف في الدولة يبقى كل واحد عارف ما الذي يجب أن يصنعه ومدام عرف كذا يبقى ينضبط ولم ينضبط المجتمع يسوده ويقام ونستعيد تاريخ الصحابة لكن مش كل ما نحكي نقول الصحابة عملوا والتابعين عملوا طب وبعدين احنا مش حسين نعمل يعني ولا إيه الله ده الصحابة لو كان عندهم ربع فضائية بس كان نحتل العالم كله لو كان عندهم طائرة واحدة سبحان الله شو فين راحوا عند جنوب فرنسا وراحوا الأندلس وراحوا الصين وراحوا الهند وراحوا أفريقيا ووصلوا إلى قبرص ووصلوا كيف بالهمة قل الله وتبوك دي لما سار الصحابة إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد عند المدينة سهم كده يقول تبوك 827 كيلو متر يا الله أبو ذرد ذهب إليها ماشيا حتى تهرأت نعلاه 827 كيلو متر تخط السيارة في 8-9 ساعات والطائرة تخط على سرعة 900 كيلو متر تخط في ساعة منذ الإخلاع هم ذهبوا وراحوا سبحان الله وعادوا لا قوة إلا بالله الهمة لما تعلوا الهمة لما تعلوا ابن عمر راح على بخارة ونذر عليه الجريد ستة أشهر لم يستطع أن يعود إلى المدينة إلا بعد مرور ستة أشهر والجريد يذوب سبحان الله فإننا نشيع الجو الإيماني مصطحة الأمة أن تذوب مصطحة الفرد في مصطحة الأمة والمصطحة الخاصة تذوب في المصطحة العامة مش أنا وبعد الطفان وأنا ماليو مرغيري لا هذا خطر هذا خطر يعني المنظومة التي تجعل الإنسان أنانيا كما تريد مذكرة إبليس اليوم أن ينفخ فينا روحها الأنانية لا لسنا أنانيين إحنا أمة الله أخرجها الله سبحانه أخرج هذه الأمة كنت بخير أمتي أخرجت للناس تأمرون ابن عروه تنهون عن المنقر وتؤمنون بالله فإذا يعني وضحت هذه المعالم صرنا قدوة للناس أوروبا والغرب تقدم علينا في المنظومة الحضارية ونحن ما زلنا متقدمين الحمد لله في منظومتنا القيمية والخلقية فلنصدر إلى أنفسنا أولا المنظومة القيمية ثم نصدرها للآخرين عندئذ يحبون الإسلام ويحبون المسلمين وبذلك ننصر ديننا ولا تكن أفعالنا ردود أفعال مؤقتة أو عصبية وتعصب مؤقت ودعوها فإنها منتنة لأن العصبية لا ترفع شأن أمة ولا شأن دين أحبة في الله ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة لا تنسون من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة